ايوة مساء الخير و اهلا بيكم في اول حلقات برنامج حكاية نجاح اعرفكم بنفسي الاول انا كريستينا جمال هكون معاكم كل يوم خميس الساعة 2 الدهر على شاشة قناة الصحة والجمال الحقيقة ان انا كنت محضرة كلام كتير جدا و مقدمة طويلة جدا عن البرنامج و عن نفسي و انا مين بس للامانة لان موضوع الحلقة النهاردة مهم جدا و لان من ساعة ما قلنا ان احنا هنتكلم فيه و احنا المسجات ما وقفتش ولا الكومنتات على الصفحة فقررنا ان احنا ندخل في موضوع حلقتنا على طول النهاردة قبل بس ما ابتدي اول حلقة في اول موسم ليا على شاشة قناة الصحة والجمال في ناس لازم اشكرهم لازم اشكر اول حد الظروف كل ظرف انا مريت بيه اذا كان حلو او اذا كان وحش وصلني للمكان اللي انا فيه ما ادعيش ان انا عندي حكاية نجاح كبيرة ولا حكاية نجاح حقيقية اقدر احكيها بس ادعي ان انا عندي خطوات كويسة وبقدر احققها بشكل كويس بشكر كل حد علمني كل حاجة علمني الحلو وعلمني الوحش الوحش هو اللي خلاني اقدر ابقى موجودة هو اللي علمني يعني ايه حلو بشكر اهم واحدة في حياتي امي ربنا يخليك ليا انا عارفة ان كل خطوة ايجابية انا باخدها في حياتي انت اللي بتدفاعي حسابها وانت اللي بتشيلي فوق طاقتك ربنا يخليك ليا ودايما اشوفك في احسن حال عشان اشيلك اكتر مش عشان انا بحبك قوي بس عشان تشيلي معايا بشكر ابويا اللي طول الوقت اكتر جملة بسمعها منه اعملي اللي انت شايفة صح لو انت مرتاحة كده كملي اشكر طبعا صاحبتي سامحوني لو بسوتي بترعش شوية بس يعني رهبت اول مرة فده طبيعي جدا بشكر صاحبتي وحبيبتي واختي الاء السيد باش مهندسة الاء السيد هي اول وحدة حطت ادها في حكاية نجاح هي حكاية نجاح اصلا من الجير اي حاجة وبإذن الله نكمل مع بعض اللي ابتدناه النهاردة بشكر طبعا ماريو في اللي ماسك السوشال ميديا بتاعت البرنامج بشكر الميكب بتاعت النهاردة نورة ابو زيد اللي تعبت معايا واتمرمطت كتير جدا انا بشكر الناس دي عشان الناس دي مش متشافة الناس دي ورا انتوا ما تعرفوهمش انتوا مش شايفين جيري شايفين ان انا بس اللي كويسة وانا بس اللي ظهرة بس انا من جيرهم انا ولا حاجة اهم واحد لازم اشكره في حياتي صحبي الوحيد وسنة دي والراجل اللي معايا في الوحش قبل الحلو حبيبي وزوجي ربنا يخليك ليا طبعا واقدر اردلك اي حاجة من اللي انت بتعملها معايا اشكر ابني الصغير اللي هو لسه ما عملش اي حاجة خالص بس تجربة الامومة معايا تجربة فريدة جدا علمتني حاجات كتير شكلتني خلتني ابقى انسانة مختلفة الاهم من كده انه هو السبب في ان انا اعرف ديوف النهاردة من غيره ما كنتش اعرفهم ولكنت عملي هوصل لهم خلوني بقى ادخل في موضوع الحلقة وارحب ديوف النهاردة واحد واحد وابتدي طبعا بدكتورة بسانت سمير مؤسسة فريق التأسيس فني عاملة ايه الحمد لله انا مبسوطة جدا 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 ان انت معاينة في اول حلقة في حكاية نجاح انا كمان مبسوطة جدا جدا يمكن قبل ما نبدأ نشتغل مع بعض يعني اتصحبنا شوية فانت على المستوى الشخصي مريحة جدا وانت جميلة جدا وشطرة جدا وعندك ضمير جدا ويمكن لما هندخل في الحوار هقول قد ايه انا كنت لما جيت ليكي كنت فكرة ان الحياة سوداء قوي وان انا خلاص دي نهاية المطاف بالنسبالي والدنيا صعبة ودي انت بامانة حطتيني على بداية الطريق الصح نتعرف طبعا على التأسيس فن احنا بس عايزين نقول ان الموجودين معاينا في الاستوديو دول مش كل الفريق بتاع التأسيس فن ده جزء صغير وفي محافظة واحدة صح؟ بالضبط طيب عرفين عليهم واحدة واحدة؟ طيب هبدأ عرفك انت تعرفتيني الاول ان انا رئيس مجلس الادارة ايوة بعدية استاذة فاطمة مصطفى هي النائب مسكة تقريبا كل حاجة عارفة كل الخبايا وفهمة كل حاجة يعني معاين طبعا هي سنها صغير لكن انا بسق فيها جدا ايوة لسا كنا بنقول ان هي بتعمل كل حاجة مكانك بالضبط يعني لو دكتورة بسانت مش موجودة فاطمة هي اللي بتقوم بكل حاجة او فاطمة زي ما هي بتحب نتقلها ايوة تمام بعد كده عندنا استاذة ولاء امين عامل فريق تمام بعد كده دكتور اماني طهى اه دكتورة اماني عاملة دكتوراه في الصحة النفسية تمام اه هي اصلا معلمة نور بيان اه بعدين استاذة سناء اهلا استاذة سناء عندها اكاديمية اسماعيل اكاديمي واخده معايا تعديل سلوك واخده معايا نور بيان وهي حد شاطر جدا ومتطلعة جدا جدا اه وبعد كده هجر اه هجر الكاتكوتا الكاتكوتا اصغر واحدة جسمانيا مش عارفة سنين هجر انا بحبها ويمكن انا اقول مرة كده انا بحباش ان هي شبه اختي الصغيرة ايه اختي مسافرة ايه اختي مسافرة اصلا وانا حتى بتعمل مع هجر ان هي اختي الصغيرة يعني اه يعني انا بتعمل معها بحب وبصرف النظر عن الشغلة خالص هي اخصائية تنمية مهارات وتعديل سلوك شاطرة جدا اكتر واحدة تترابط معايا يعني كان عندها خل ان هي تعود كتير مع الاطفال وتتدرب استحملت استحملت كتير ولما بسيبها في حاجة ما شاء الله بتأديها حلو جيدا احنا بنقول استحملت عشان الناس لسه مش فهم استحملت ايه او احنا لسه هنقول متفقين قبل الهوى ان هم هيطلعوا اللي في قلبهم بقى وهيقولوا كل اللي دكتور بسانت بتعمله فيهم وكل الحاجات انا مش بفتن انا بقول الحقيقة طيب دكتور بسانت انت في الفترة الاخيرة في وقت قصير يعني احنا ملحقناش يدوب كم سنة سمعنا دكتور بسانت دكتور بسانت بتكبر عندك فرع فرع بقوا اثنين بقوا تلاتة بقوا اربعة مش بحثت خالص بس فيه تطور بسرعة بيحصل بتروحي محافظات بتدي كورسات بتدي حاجات كتير التأسيس فن كان دكتور بسانت سامير بقى جروب كبير والجروب بيكبر وبيبقى في محافظات تانية ازاي كده هو اول حاجة هو توفيق من ربنا انا طبعا ما اقدرش اقول اكتر حاجة غير يعني هو ربنا هو قف جنبي كل خطوة كنت بعملها كنت ببقى قلقنا وخايفة اخيرها خطوة النهارده طبعا انا ببقى شايفة لما ببقى خايفة من حاجة انا عارفة انها بتحصل صحة اوي لو خفت بتحصل صحة لو ما خفتش بيبقى عندي لا موبالاة بلا ما بتحصلش مزبوطة طبيعي كانت فكرة الفريق من الاول هو متأسس 17 اكتوبر من سنة اني سنة؟ 2018 من قرأي او من قرأي كانت فكرتي ان انا لما بدأت اشتغل بمنهجية نور البيان اللي احنا هنتكلم عنها برضو بدأ يجيلي طلبات كتير جدا في حضانات ومراكز وبرايفت انا طبعا استحيل اروح كل ده وازاي وانا ام وكنت بكامل دراسة ولحد دلوقتي انا بكامل دراسة فكان الموضوع بالنسبة لي صعب بدأت افكر طيب انا ممكن اجيب بنات انا كده كده كنت مدربة ساعتها وادربهم وهم يشيلوا المسئولية وابدأ يشتغلوا بقى في حضانات ومراكز اللي انا مش هقدر اروح فبدأت فكرة الفريق من هنا بدأت اتواصل مع الناس اللي كانوا تخرجوا اصلا من عندي اللي كانوا شطرين جدا يعني هم ماشيين بمنهج دكتور بسانت سامير انتي مش جايبة ناس كده جايين انضموا للفريق ويلا روحوا اشتغلوا بالظبط لا متدربين تحت ايدك بمنهجك انتي بالظبط وبيستخدموا نفس الكتب بنفس المنهج بتاعي كل خطوة بيعملوها من اول ما بيبقى فيه حضانة او اكيديمية طلبين معلمة لحد ما بيبدأوا يشتغلوا بيبضلوا متابعيني خطوة خطوة حتى اللي بقى لهم السنين معايا لحد الوقتي ده الحاجة اللي بنقابلها لاني الدنيا متغيرة يعني هي ممكن تواجه مثلا مشكلة مع مدتر حضانة الحقي حصل كذا ممكن جدا اقول انت اللي غلطان ممكن تبقى التانية هي اللي غلطان فانا ببقى متابعهم خطوة خطوة طبعا ده مرهق جدا مع العدد بيزيد لكني ببقى شايفة ان ده بيطلعنا احنا في صورة كويسة ما شاء الله احنا عندنا اكاديميات كتير من كترها انا معرفش عددها بيسقوا فينا جدا يعني همش عايزين مدرسة غير من عندنا بفضلوا مستنيين على الويتنج مستنيين ان احنا نبعت لهم مدرسة لما مدرسة تفضل تمام كونك بقى ماما وعمل كل الحاجات دي وبتعملي وبتسافري واكاديميات ده ما عملكيش مشكلة ما خلكيش تتأخري شوية لا بالعكس انا شايفة بنتي اسمها خديجة هي اكتر واحدة متبسط لنجاحي جدا اول محاضرة انا فاكريها كويس جدا لما وقفتت ديها وقفت قدام الناس على الاستيديو وقالت لهم دي مامتي على فكرة هي صغيرة يعني فريدة دي خديجة صغيرة قوي بس فهمة ان ماما نكحة فهمة ان ماما شطرة هي كمان حتى اخر حاجة بتقولها لي هوا انت هتعلميني ازاي اعمل فريق زي بتاعك ايوة انا حضرت انا الحكاية دي قلت لها ايوة طبعا ان شاء الله طب وانا طب انت ممكن تعجزي واخده انا قلت لها ماشي ان شاء الله عايزة تورس بدل ايوة عايزة تورس الفريق يعني شايفة ان دي اكتر حاجة كويسة ونكحة وهي مبسوطة جدا حتى في المدرسة بيسألوا الولاد ماما بتشتغل تقولهم ماما دكتورة فبدأوا يقولولي طب حضرتك بدأوا بقى يسألوني طيب لما يكون عندي ايه اجيشف عندك يعني انت دكتورة قلت لهم لا انتوا فاهمين غلطة استنى فاهمتكم ان انا دكتورة محاضر في الجامعة دكتورة في التربية الخاصة فبدأت فعلا حتى اولي الامور والمدرسات يسألوني في مجالي بقى اللي هو خاص بالاكاديمي ومشاكل عند الولاد وهكذا اول ما ابتديتي الكلام اللطيف اللي احنا دايما بنسمعه يسألوني انت كويسة وليك دخل سابت وبتشتغلي في حضانة ودنيتك حلوة حد يسيب ده كله ويروح يعمل حاجة محدش فاهمها اكيد تقلك الكلام كتير ومن ناس قريبين وناس بعيد كتير جدا والحد الوقت ده بيتقلي انا زي ما ذكرتي انا كنت شغالة في حضانات كتير جدا ومن ساعة ما كنت في تانية سنوي وانا بشتغل في حضانات اصلا فضلت كده لحد ربع كلية اول ما خلصت ربع كلية بدأت مجالة دراسات العليا فلاقيت نفسي انا مش قادرة اشتغل في حضانة انا حسيت ان انا اعلى من اين اشتغل في حضانة فبدأت ان انا اروح نفس الحضانات بس نظام برتطايم بروح ادي منهج معين اللي هو منهج نور البيان اللي انا كنت بدأت فعلا اشتغل فيه وبس وبمشي مليش اتايد او باي حاجة تانية ومن هنا بدأت بقى فكرة الاستقلالية وانا افتح لنفسي بقى مراكز وشايف ان ده هو ممكن زي ما قلتي مش حاجة ثابتة لكن حاجة انا حبها والواحد لما بيشتغل حاجة او واحد لما بيشتغل حاجة بيحبها بينجح فيها قوي وبيدي فيها فوق ما ممكن يا تخيل يعني كنت بتعملي كتب والدنيا بالشكل ده فلا انت عاملة نجاح كبير انت عاملة منهج لك لوحدك مدرسة لوحدك نخليهم يفتنوا شوية معلش عاملة ايه من ورانا طبعا هتقول لنا انضميتي ازاي لفريق التأسيس فن وبصراحة وبمندها الوضوح وهتقولي عملت فيكو ايه وكل الحاجات انا اسمي ولاء عبدالله انا اصلا خريجة كلية دار العلوم جامعة القاهرة تخصصي لغة عربية ودراسات اسلامية انا كنت متابعة دكتور بسانت على الفيسبوك من فترة قبل معرفها شحصيا كنت بقرالها بوستات تفاولية كنت بحب كلامها قوي ففجأة كنت في سنتر ما فهي كانت بتدي فيه كورسات فسألت قالولي انها بتدي كورس نور بيان فدخلت معاها الكورس اول ما دخلت الكورس قالت انا صاحبة فريق تأسيس فن ومش بدخل حد معايا في الفريق غير المتميزات ده مش غرور ده من اول محاضرة ده مش غرور من اول محاضرة ده ثقة بالنفس بس وانا بعمل امتحان واللي مش هيطلع فيه امتياز بتقطه في الامتحان امتحان يا دكتور اه طبعا بالامتحان امتحان عملي وامتحان نظري مدرسة طبعا كنت متوترة شوية في الامتحان العملي ايوه مدتنيش امتياز ايوه ايوه ده بدا ينفع وقالتلي مش هدخل الفريق ده يرده هو انا اللي ينفع يعني انا بقى متابعة وقعدة في الوجلسات والمحاضرة وعرفة مستوايا من اول محاضرة يعني عافة ان انا بشتغل كويس من اول محاضرة جات الداتي جايد جدا في الامتحان وما دخلتنيش الفريق انتي مدخلتش من اول مرة بس على المستوى الشخصي انا ودكتور بسانت كنا اصدقاء اصلا طب ده حاجة وده حاجة اه انا بحب في دكتور بسانت كده طبعا ده حاجة وده حاجة هيا على المستوى الشخصي صديقة واخت يعني الابعد الحدود لكن في الشغل مدير قاسي علشان يوصل طبعا للي هو عايزه يا دكتور بسانت داي من المستوى تتكلم تقول انا مش عايزة ابقى زي كل المراكز انا مش عايزة الامي تيجي وتبقى متوترة ومش فاهمة ومش عارفة بتعطي فاهمنا على فكرة يعني بما ان انا يعني ابني بياخد عندها جلسات بتعطي فاهمنا انا دلوقتي محتاج ايه محتاج تعديل سلوك ولا محتاج تنمية مهارات اللي انا كنت في وقت من الوقت فاكرة ان هما الاتنين واحد انا كان بالنسبة لي كل الحاجات واحد اصلا تنمية المهارات وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتخاطب انا بالنسبة لي كل دول حاجة واحدة فانا مش فاهمة لو انا في مكان تاني تجاري هيتجربية تعالي ابنك محتاج كذا وكذا 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 ويلا بينا ناخد وفي تطور او مفيش اي ان كان انا بياخد لكن هي عايزة تبقى حاجة مختلفة عايزة ليطلع من عندها بجد انا ابني لما ياخد عنده جلسات يطلع فعلا فاهم وعارف ومتفوق كميلي بقى امش هقطع كتير بعدين بعد ما خلاص ما دخلتش الفريق كنت انا وهي على المستوى الشخصي اصدقاء فجالي شغل يعني حد طلبني بالاسم ان انا اشتغل فعرضت عليها قالتلي حلو جدا وروحي وعملي كذا وعملي كذا فكبت تبعني بعدين ما اشتغلت في الشغل ده وشافت شغلي عامل ازاي قالتلي لا تعالي انت كده هنا في الحتة دي بقتي متميزة انا كده عايزاكي بقى معي في الفريق طبعا ما كنتش مصدقة طبعا ودي كانت اول بداية ليا معاها في الفريق هنا دخلت الفريق بعد كده طبعا كان فيه تكلفات شغل كتير جدا لحد ما وصلت للامين العام للفريق دعني انت دلوقتي بقتي كمان موزيشن في الفريق يا مش مجرد ان انت واحدة منه وخلاص لا انا الامين العام للفريق شفتي انت تعبتي وفي الاخر بقيت الحمد لله يا حمد لله اسمحيلي بقى اروح لك انت صاحبة اكاديمية اطلا صح انا واحدة صاحبة اكاديمية وليا الشغل الخاص بيا وليا مكاني اللي خليني اروح انضم لفريق هو في الاخر فريق لكن انا صاحبة مكان ايه وجهة نظرك في حاجة زي كده هو بس في البداية انا حابة اقول حاجة يمكن انا انضمامي للفريق كان من خلال مبادرة كانت الدكتور عاملاها انا شفت ان يعني مجال الطفل ده مجال واسع جدا احنا محتاجين دايما نعمل update لنفسنا فيه كمسئولين او بنتعامل مع الاطفال فانا كنت بتابع الدكتور فلاقيت كده ان في مبادرة فحبيت ان انا يعني اللي هو انا ناقصني شوية حاجات طب ما انا اروح بقى من باب الفضول اعرف ايه ده مبادرة مجانية اه جدا انا انا كمان حسيت يعني انا كنت اه معرفتي بنور البيان كانت الى حد بما سطحية فانا كنت حاسة ان انا ناقصني اه في شوية حاجات كده انا مش عارفها مش فهمها فقلت طب ايه المشكلة ان انا اروح واجرب يعني هي مبادرة وعادي بقى يعني كنت بتخيلين الموضوع اه بسيط محاضرة زي المحاضرات اللي هي اه وخلاص فلاقيت لا الموضوع بجد يعني احنا اه رحنا المبادرة وابقيت الدكتور بتدينا اه تكلفات واجبات كنا بناخد واجبات ايوة 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 وكانت وكان بتصحح لنا وكان فيه امتحان وعلى فكرة يعني انا يوم من الامتحان قبل امتحان يومين كان ابني دراه مكسور وما قدرتش مقرتش ان انا اعتذر مرة دي لا انا خدت ابني دراه مكسور وحضر معي الامتحان على فكرة هي قالت تجيبتوليك اه اه يعني انا جبته اه لانما يعني هي مكتر الالتزامة في الشغل فيعني اللي هو احنا ما بنقدرش ان احنا ان اه انت كمان تبقى مش قد الثقة اه بالزبط اللي هو لا يعني انا ما ينفعش اقول لها ان انا اه اه انا تعبت على فكرة في حاجات كتير انا كنتش عارفها وتعلمتها فعلا يعني فاخدت ابني ودراه مكسور وحضر معي الامتحان وبعد ديها بقى لا انا حسيت ان انا استفدت كتير جدا انا في حاجات كتير يمكن ما كانش عندي اه فيها المعلومات الكافية انا محتاجة ان انا اضيفها عندي محتاجة ان انا اضيفها للولاد اللي اللي بتعلموا معي انا محتاجة اضيفها للمعلمات اللي بتتعامل اصلا مع الاطفار اه غير كده بعد كده اه لما بقى اه دخلت الفريق حسيت ان انا برضو فيه جواند تانية انا لسه تاني اه لسه تاني انا لسه لحد ما كنا بنحضر الحلقة في حاجات عمال اكتشفها وقولكم دي حاجات دي دخلت امتى الحاجات دي دابوها من لسه مكتشف وبعدين انا اكتر حاجة بقى اكت اول حاجة لفتت انتباهي انا محتاجة فكرة تعديل السلوك انا بتعامل مع ولاد كتير عندنا مشاكل كتير في الاكاديمية فمحتاجة ان انت يبقى عندك الجزء الاكاديمي اللي تقدر تشتغلي بيه مع الولاد ومع الامهات انا بقيت حاسة ان اصعب حاجة بالوقت بتحصل ان انا اربي لا انجح في شغل ولا انجح في حاجة اصعب حاجة ان انا اطلع الطفل سوي وهي دايما لان المسئولية مشتركة يعني المسئولية دايما مشتركة بين الاكاديمية وبين البيت احنا بنكمل بعض فانا محتاجة ان انا يكون عندي المعلومات اللي تخليني قادر اتعامل مع الطفل وفي نفس الوقت تقفيد الام عشان تطلع لي الطفل سوي يعني هي دي اكتر حاجة ولسه هكمل ان شاء الله لا ان شاء الله انا سايباكي انا سايباكي بسم الله دكتور اماني معلمة نور بيان الجملة دي بقيت بتتقال كتير يعني بقينا على جروبس الامهات عايزة معلمة نور بيان انا شخصين ما كنتش فاهمة هل دي مادة ولا دي طريق التعليم ايه نور البيان ده يعني ايه اصلا نور بيان هو نور البيان ملهر كان بتاخد الاول مع القرآن اوي كان يعني يعتبر قرآني شوية طريقته يعني له علاقة بالقرآن اكتر بس الجديد دلوقت ان احنا لما اشتغلنا بطريقة نور البيان يعني هي لها طريقة يعني تعليم اللغة العربية بطريقة نور البيان ده حاجة قديمة من زمان جدا بس دلوقتي استحدثت ان هي بقت موجودة في كل المجالات طريقتها سالسة لدرجة ان هي تخلي الطفل يعرف يقرأ ويكتب بطريقة اسهل واسرع من انك تدخلي في المنهج بتاع اللغة العربية على طول يمكن انا بشتغل بطريقة مختلفة عن النور البيان التقليدي المتعرف عليه انا بشتغل مدمج بمنهج الوزارة انا اصلا خلف ايتي مش لغة عربية زيهم انا اصلا اصلا بكاليوليو استجارة مالكيش اي علاقة بالتربية خالص اه جايل اساسا اه وبدأت معرفتي بنور البيان ان انا حضرت كورس المعلمات مع دكتورة بسانت اه وحصل معي زي ما حصل مع استاذة ولاة سقطتي بردو؟ لا ما سقطتش خطة خطة جدا وكل اللي انا عملته ان انا نزلت بالصدفة اه وهي اللي شجعتني على الصدفة ديت ان انا اتضرب فحضانة اه وانا اثناء التدريب انا بسيط لقيت نتاء على جروب الفريق ان انا انضميت معرفة ايه متابعيني يعني بتشوفني بعمل ايه مركزة مين هيبقى كويس ومين هيبقى لقا اه اه مركزة معي بعمل ايه بسيط لقيت نفسي اسفجأة انا على جروب الفريق وتهاني ايه اللي بيحصل طب ليه انت مش بتقولي اللي بياخده امتياز قاتلي اماني انا شايفة فيك حاجة مختلفة انا شايفك انت باسلوبك في الشغل المختلف واني كانت اللي انطلاقه من هنا اشتغلت على نفسي بقى في حاجات كتير كورسات دبلومات وعرفة لو انت بقى عندك شغف وفضول حبيتي حبيتك الدنيا يعني عندك شغف وفضول ان انت تاخدي حاجة ورا حاجة وكورس ورا كورس ودبلومة ورا دبلومة لحد ما خلصت دكتورة يا مهور يعني خدت معها تي او تي قريب وانا دلوقتي بقيت المدربة الاولى في الفريق نفاهمهم بس ايه ده الجملة اللي تقالت عشان الناس مش فاهمة تي او تي ده اللي هو بتبقي محاضر ومدرب معتمة يا دكتور بسان نقت الناس اللي هي شايفاهم متميزين مش متفوقين يعني شلازون يكونوا جايدين من امتياز المرادي يعني تنازلت عن الموضوع بس يكونوا عندهم البذرة اللي تأهلهم من هما يشرحوه دايما دايما ممكن يبقى مدرس شاطر جدا بس ما عندوش موهبة الالقاء ربنا مش متزيله انه يوصل للمعلومة حلوة او انه يتكلم فهي ادتهم المحاضرة دي وكانت مجانية يعني انا عارفين هي كانت مجانية كان مجاني وانا اللي اخترتهم يعني موضوع ما كانش عرض ان انا عايز اعمل كذا ايه رأيكو تيجوا انا اخترت فلانا 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 هما اللي يجوا لان دول انا بأهلهم لحاجة تانية قدام انا يعني بحب ان انا يبقى عندي خطوات مستقبلية انا شايفة اللي جاية قدام زي بالضبط اما انا جيت لقيت طلبات كتير جدا ان انا روح اكاديميات تقدي فيها كورسات اطفال ومعنديش ان انا اقدر اروح كل ده ده بيحصل معي دلوقتي في التدريب يعني محتاجينك تجي تدي محاضرة في المكان فلاني وصفر محافظات واماكن كتير جدا في نفس الوقت وانا ايام الاسبوع سبعة تبقى اعمل ايه فلا انا محتاجة ناس برضو يبقوا معي من جوه الفريق انا لادربهم عشان يدربوا بنفس طريقتي ببقى شايفة ان ده انا مش حابة اعرضه في السوق ان انا مدرب مدربين واخد فلوسه وده كورس بيبقى غالي مش يعني مش فلوس بسيطة لان هو بعد كده بيجي فلوس بالضبط لكن انا كنت حاسة ان انا خبرتي في الموضوع وقوتي في التدريب لا تستدي اي مال يعني انا شايفة اي حاجة تدفع لي لا انا مش عايزة ده فاخترت خمسة فعلا من جوه الفريق وبدأت اتدربهم مش مجرد ان اوقف بديهم محاضرة هو كان كورس كبير وبيعملوا تدريبات وبيجوا تانية مرة ووسقط وانجح وكده برضو ده مجاني برضو ده حاجة مجانية لا انا هديهم الشهادة بتاعته امتى بعد ما اعملوا اول كورس وينجح الكورس بتاعهم بعد كده ديهم الشهادة فريدي فشل هديهم شهادة ايه ايه رأي مدربة تفريق بعد ان انا محاضرة بشكل عملي قدام ناس قدام ظمور بعديها او تمتل اسمي انا منفعش اجي كده منبرة او انا مثلا اجي اقولك دكتور بوسانت وانا بصراحة نفسي جدا انضم الفريق التأسيس فن فيلا بينا فعالي الحكاية انا الموضوع عندي كمان مش لازم تبقي شاطرة في مجالك كاخصائية او كمعلمة انا بديهم تأهيل نفسي عالي يعني انا اي حد بيشتغل اي حاجة بيوعى تحت ضغط طب انا اعرف منين ان انت لو كنت شاطرة بس الطفل ضغط عليك ممكن تمسكي تضربين وبيحصل في الحدنات صح انا بعمل لهم اختبارات نفسية اصلا انا من غير ما يعرفها من غير ما يكونوا عارفة انهم مجاني اختبار لا في التعامل العادي كده انا ببقى عايزة دلوقتي اتك على فلانة عشان اشوف لما بقى اعصابها خلاص اجابة اخير هتعمل ايه هتعمل ايه بقى؟ من ضمن الحاجات اللي احنا كنا منبقوا متسلطين على بعض ايوة ايوة بسلطهم على بعض من قبل ما تقف على البوردة تشتغل احنا بنبقى محضرين لها الاسئلة اللي نحرجها بي هنشوف رد الفعل ايه؟ اه 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 ده حلو جدا يعني متخيلة غير فيكم قد ايه؟ طبعا في سكة بالنفس رهيبة وثبات فعالة انا عايزة اقولك اول محاضرة قلقتها عملية لها بعدها اعتمدت انا في المحاضرة اتحطيتش قدنا موجب ناس فوزت محاضرتك قاموا نصحبوا ومشوا بعد اذنك اه ممكن استأذن فانت كانت لو انت مدربة مش عندك ثقة عالية بنفسك هتتهزي اه لا احنا كنا ريلاكس جدا والمحاضرة كاملت عايزة اتفضلوا حاضرتكو اه لواركو حاجة استأذن فالهو اه اكملت محاضرتي عادي جدا ولا فكل ده الضغوط اللي احنا بتحطينا فيها في التدريب اه اول مرة وقفت في التدريب اتعرضت الضغط عالي جدا محدش يا توقع كان قد ايه مسموح لك تحكي اي حاجة بعد الحلقة اذيبش في الفن وانا بشو اساوي مالش مالش يا انا صريحة انا قلت لكم انا مالش عشان بس يعني ايه ما الناس تبقاش فاهم ان الدنيا فري والدنيا سهلة او ان احنا مميز التأسيس فم كده ان هو مش حكاية الناس اللي بتطلع بتبقى بجد طلعة بعد شغل بعد شغل شغل عالي شغل كتير تعبين احنا ومش بناخد شهادات كده لسه كنتم بقول لكم قبل هوا انا بعد اقول انا ام مثالية انا مش هزعى انا ام كويسة مهما عمل ومش هتعصب وكل الكلام عشر دقايق وبنفعل خلاص يعني طاقت خلصت احنا محتاجين ده جدا لان يعني مع الاطفال كمان اللي عندهم فرطة حركة وحركتهم زيادة والناس قريدي بتتعبنا بالكلام احنا محتاجين ده عشان نقدر نتعامل مع الناس ومع الولد لا بس ده مش تقتي ده برمغة لغوية عصبية ايه 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 دي جملتين اول مرة بسمعها بصي التي او تي زي ما دكتور اماني شرحت ان انا بضربهم ازاي يقفوا قدام الجمهور ويدوا محاضرة ويتحملوا الانتقادات وحتى لو هي كان عندها ظروف في البيت فالظروف دي بتترامع على باب القاعة وبتخش تلقي محاضرتها بكل ثبات وبكل ثقة خلاص طيب وبناخد جواه كمان شوية حاجات عشان الكلام يطلع مزبوط برمغة لغوية عصبية دي اللي انت بتطلبيها دلوقتي اللي هي ازاي الام بقى عندها ثبات فعالي عالي تتعامل مع الطفل بايجابية مع ان ممكن تكون بتواجه ضغوطات برا او كلام سلبي على نفس الطفل يعني دي برمغة ما اقولك انا محتاجة ده طيب جدا جدا برمغة دي مهمة جدا جدا سمعت انا شايف ان كل حد لازم ياخد برمغة حتى لو طفل يعني انا بر برمغة بنتي الزغيرة انا ممكن احكي لك مثال انا اول ما اخدت كورسي ببرمغة كان مع دكتورة اسمها دكتورة مونام من اكتر الناس اللي انا استفدت منها جدا جدا بدأت اطبقه مع بنتي هي كان عندها مشكلة ان هي طول ما هي صحية بتعمل طويلة في الحمام عادي وهي نايمة بتعملها نفسها فدي كانت مشكلة كبيرة جدا احنا ده متخيلين ده عادي يعني لما طفل بينتكس بقول اصل الشتاء لا 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 ده مش عادي فانا بدأت اعمل لها برمغة كده وهي نايمة بدأت برمغة عقلها اللويعي قبل ما تنام في عشر دقيق قبل ما الانسان ما بيروح في النوم خالص بدأت اقول لها لما تكون عادي سامية والد هتخش الحمام مش هتعملي عاسترية بانهي نبرة بنبرة هدوء خالص في ودنها يعني انا بورش وشو في هدوء انا بالوقت لو ابني بيعمل حاجة مش عجباني وانا عايزة اغير السلوك حتى لو سلوك صعب حتى لو سلوك صعب العشر ده ايه اللي قبل ان ننضل سحر ده انت بتبرمج يا عقلك اللويعي على حاجة تانية ممكن استجابة مجيش من اول يوم ولا تاني يوم ولا اسبوع ولا شهر على حسب بقى انا الاستجابة جات مع بنتي في الموضوع ده وبعد ثلاث ليالي اليالة الرابعة ولقيتها بتصحني وبتزع الحقيني هتقع مني دخليني الحمام الحقيني فعلا احنا كنا اسمعنا الكلام ده على الجروبس برضو بتاعت القمهات وبما ان احنا بنسمع كتير فبنبقى مش عارفين ايه الحقيقة وايه اللي مش حقيقة بس ده فعلا يعني انا لو ابني بيشتم انا قاعد واقول له ابني حبيبي الشواطر مش هيشتم تاني صح؟ وبنبرة هادية مش بحكي مش حكاية لا انا بوشوشو في ودنه بصوت هذي انت بتدي عقله واضح واضح فهمتي واضح باللغة اللي هو بيفهمها مع بقى طبعا ان احنا كنا بنتكلم مثلا مضوع القدوة ما ينفعش انت تكوني بتشتمي وتقولي ابنك ما تشتمي قدامه فقامتيني بس فالكل اللي كنت بتكلمي فيه برمجة مش تيقوتيه وكل مدرب شاطر اللي لازم ياخد برمجة لازم عشان ما ينفعلش فجأة او عشان مثلا ممكن يبقى مدرب اصلا مش بيينفعل بسهولة فممكن المتدرب قدامه يهزقه طب هو هيعمل ايه؟ لازم ياخد حقه بس برضو بالزوق والادب وما يطلعش يغلط قدام الناس لان ده هتحسب عليه تماما فاطمة صاحبتي اللي بتامل كل حاجة في الفريق فاطمة انا لسا كنت بقول انا لما بروح مركز بيقولولي ابنك محتاج تعديل سلوك وتنمية مهارات واينا بقوله او حاضر تماما انين يلا بينا بعدين اكتشفت ان هذا Munjiih وده شيء خالص ايه لفارق هناك ومين التفلي اللي بحتاج تعديل السلوك ومين التفلي اللي بحتاج تنمية مهارات تمام بصليهوا الفرق بين تنمية مهارات وتعديل السلوك احنا بنعدل سلوكيات فى الاطفال عايزين منحدث تغير فيها ندخل سلوك جديد فاحنا بنخاطب سلوكيات الأطفال سلوكيات خاطئة زي ايه في مجالها واسع قوي زي لسة انتم تكلمين عن الكذب عن التواول الايراضي عن الشتيمة عن الغيرة كل دي سلوكيات العدوان كل دي سلوكيات احنا عايزين نغيرها في الطفل عايزين نعلمه سلوكيات جديدة ده كده الطفل اللي محتاج تعديل سلوك يعني انا ابني العنيف ده محتاج تعديل سلوك تعديل سلوك اه ممكن يكون محتاج تعديل سلوك بس بس مش شرط طبعا اه يعني ما ينفعش هو عنيف ايه دخل دوت بان انا نهمي مهرات عقل وهو ممكن بيكون بيزاكر ويبقى شاطر وكده بس وبيعرف ينتبه بس مش قادر ان هو يتحكم في انفعلاته في الغضب بتاعه في العنف بتاعه فبيطلعه على هاية سلوكيات خاطئة فاحنا هنشتغل على ايه دلوقتي هنشتغل على سلوك الخاطئ ده يبقى محتاجة تعديل سلوك وطبعا مش انا اللي بحكم ان هو محتاج تعديل سلوك او تنمية مهارات من نفسي انا بعمل مقاييس طبعا وحاجات علمية يعني انا مش بالمنظر يعني مش بايه ولا بالمنظر ولا بكلام اه يعني مش بكلام مامته احنا ممكن الامهات عندنا امهات بتبالغ قوي ان سلوك الطفل خاطئ وان هو انا ابني وحش وكذا وكذا هو مجرد ان هو طفل الواحد في البيت فبيتحرك كتير بالزبط ايه فانا مش باحكم كده على اساس ان الكلام الام في امهات ممكن ابنها يبقى وحش جدا وشايفة ان ابنها احسن وحيث الدين ما حصلش حاجة يعني اه يا فيها ايه بس فانا مش انا اللي بحكم وانا الام اللي بتحكم احنا دي عندنا مقييس بنطبقها وبنطبقها على الاصفال وبنعرف منها نتيجة المقييس ويحددلي المشكلة بالزبط يعني حتى لو انا متأكده ان الولد ده عنده فرط حركاني احنا دايما نبنروح مراكز فبيحصل كده انا حصل معايش حسين كده اول ما دخلت بالولد رح تبصيتلي كده لا 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 بسي ده عنده توحد وده عنده فرط حركة وعايز تعديل سلوك لا ومحتاج كمان تكامل حسين هي ما عملتش ولا اي حاجة ولا تعاملت معي بس بالنظر كده رح تقيتلي كل الكلام ده اللي بعدين اكتشفت انه هو غلط يعني لما جيت عندكم الدكتور بس انا شافت وقيتلي مين اللي قالك الكلام ده انك ما فيهوش حاجة ده محتاج حاجات معينة بس ما عندهوش توحد هو مش حصل معاك انتي بس حصل مع همك كتير بس انا كام دخل عنده واحدة قالت ابني كذا وكذا وكذا وهي ما قربتش مني وعملت له حاجة انا هصدقها انا هصدقها انا هصدقها ازاي طيب انا لو كام دخل عنده واحدة قالتلي ابنك عنده كل الحاجات دي مرة واحدة وهي اصلا ما عملتوش اي حاجة ازاي هصدق انتي لما بتقول عنده دكتور تعبانة بتقولولي انا عندي كذا وكذا وكذا حيطلب منك ايه اشعة تحليل احنا الاشعة والتحليل دي عندنا بنستخدمها مقيس بس فانا عشان قدي مصدقية حتى لو أنا كنت متأكدة من الحالة بس أنا عايزة قدي لأم مقياس عدي لها مصدقية وإن هي تحس بالأمان وحاجة في قديها ما تقولش أنا جايبة الحاجات ده من دماغي بس تمام يعني أنا ابنك أم لو ابني عنده مشكلة سلوكية هو محتاج تعديل سلوط عنده مشكلة في إدراكه أو في انتباهه حاجة تنمية المهارات الطفل عنده مشكلة في الانتباه مش عارف بيروح الدروس بيروح المدرسة مش عارف ينركز بعض معاه 3-4 ساعات بيذاكر مش بيحصل كويس فيه هنا بقى مشكلة فيه خلل هنا عندنا دلوقتي فدلوقتي إحنا بنشتغل بتنمية المهارات برضو بنعملها مقياس عشان يطلع إيه المشكلة عنده بالزبط إحنا عندنا في تنمية المهارات 3 مشكلات أسلية عندنا مشكلة الانتباه وفرط الحركة والاندفاعية دي الحاجات المقاييس تنمية المهارات هي اللي بتقسها تمام بس فأنا مش شرط إن أنا ابني يكون شاقي إنه هو شاقي اللي هو عنده عدوان وعنف مش لازم مرتبطين ببعض ايه ولو فيه شاقوة عادية ممكن طفل شاقي عادي بس مش لازم أقول عليه برضو محتاج تعديل سلوك ده طفل طبيعي بس هو شاقي شوية شاقي شوية إيه اللي هيحدد لي بقى الفاصل المقياس ومش شرط برضو إنه محتاج تعديل سلوك إنه هو محكي التنمية المهارات ممكن طفل محتاج برضو تنمية مهارات بس هو قاعد هادي مؤدب عدل وتعديل سلوك لين تمام يعني أظن كده إحنا الحد المناز توعبنا أما تروح يمركز ويقولولك ابنك محتاج واحد من ثلاثة اربعة عشرة لا لو سمحت بس دقيقة ليه ابني ما بيعملش حاجة غير إنه هو عصبي يبقى هو محتاج حاجة واحدة بس محتاج كذا لا لو سمحت اللحظة ابني ما بيركزش بس بس وطفل هادي وطبيعي ومعندوش مشكلة فنخلي بالنا إحنا كأم لازم أبقى فاهمة عشان المجال كبير والمجال واسع وأنا عارفني فيه ناس دخلت فيه وولادها فضلوا في جلسات سنين وما اتطورتش غير إني بدفع فلوس وغير إني باخد وقت ابني ده بيتأخر ما بيتطورش بيتأخر زيادة كنا لست بنتكلم في الحكاية دي إنه هيترفض من المجتمع وهيترفض من كل اللي حواليه فأنا بزود له المشكلة بتاعته عاملة إيه؟ إكت كتب بتاعتنا كل طفل بيتأخر ده عنده توحد بيتكلمش بدري يبقى عنده توحد معروفة صح؟ لأ طبعا إحنا عندنا توحد مش بحكم على أي حد كده إنه عنده توحد بيبقى عندنا سمات بشوف لو أغلب السمات متوفرة فيه يبقى ده عنده توحد بيتكلمش هو لأ لأ المتوحد مش لازم يكونوا بيتكلمش إحنا كان عندنا أطفال عندهم توحد وبيتكلموا كويس جدا وبطبق عليه برضه مقياس المقياس ده أهم حالا يعني أنا ممكن إبني يكون بيتكلم كويس جدا وعنده توحد؟ أو طبعا ده فعلا؟ أو فعلا يعني ده مش من السمات الكبيرة للتوحد؟ لا مش كلهم أنا ما بعممش أنا قلت زي ما بقولك بيبقى فيه أطفال كويسة تتكلم عادي عندهم توحد طب أنا هعرف منين عنده توحد ولا لأ بقولك بيبقى فيه كذا سمات أغلبهم موجودين فيه يبقى ده طفل متوحد لا نسبة صغيرة نسبة صغيرة من السمات موجودة فيه؟ لا طب هتأكد منين بطبق المكياس بقى زي ما بقولك بيطلع لي نسبة مثلا لو النسبة 60-70-80% لأ كده أوفر طب أنا فيه مقيس مثلا عاملها في البيت ولا أنا لازم أخصائي لازم أخصائي متمكن يهو ليطبق المكياس أنا شفت كثير أخصائيات طبقت مكياس شفتها بعيني لسه من فترة اسبوع عشر تيام أنا أما جبت مكياس من نت وقعت جرفته كده وطلع الولد زي فيه لا لا ما يفعلش طبعا يعني أقنع نفسك كده فابدأ أدور أنا مع نفسك لأ لازم لأن فيه أسئلة بتتقال لازم بتتقال بترقية معي أنا وأنتي بتعرفي التفاصيل التفاصيل هي اللي بتعرفك فعلا الحالة دي وصلها لفين فمش أي طفل بيتأخر في الكلام بيبقى عنده تواحد خالص إحنا معينا صور برضو الفريق التأسيس فن بقى أثناء الاجتماعات وأثناء المشحنات والمقالب وكل الحاجات بتتعرض دلوقتي طيب كنا بنتكلم هو كل محتاج تخاطب محتاج تعديل سلوك وتنمية مهارات يعني لازم أنا لما جيلك ويبقى إلني متأخر فهتديله تخاطب ولازم معي حاجة تانية أنت زي ما قلت هو مش بكت لأ التخاطب حاجة أو التنمية مهارات حاجة وتعديل السلوك حاجة يعني ممكن يبقى عاية تخاطب بس؟ ممكن تخاطب بس بس فيه استثنائيات بتحصل زي مثلا طفل عندي بيتاهته يجي مثلا قربة الامتحانات مصر السنة ألاقي بيتاهته كتير قوي فبدور على أسباب يعني هو بيتكلم طول الوقت كويس بيجي في الوقت ده بس يتاهته أو لما يخاف مثلا أنا أو ماما تزعق له تقوله تعملت كده لأ تلاقي بيتاهته دي حاجة مش طبعية آه لكن في الطبيعي والأغلب لأ هو بيتكلم كويس جدا بس فبشوف الأول الطفل اللي بيتاهته ده أنت أسبابك إيه؟ بعرف الأسباب عشان عارف عيلك يعني ما قبرش دماغي لا 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 أنا لما بتوطر بتاعته وبابا لما بيتوطر بيتاهته لا وفيه كمان مشكلة كبيرة ممكن يبقى فيه تحتها لحظية أنا في لحظة دي بتاهتي فيه أمهات بقى تقول إيه؟ اسكت اسكت انت هتصدعني؟ إخلص أيها أكمل له الكلمة أنا بقى لسه بي لا أقوله عايز إيه؟ كده لا ما يفعش أنا لازم بزبر عليه لحد بيخلص الكلمة دي بقى مش أخصائي تقطب اللي بيعملها أو لازم أخصائي يعني في الحاجة ديت هو اللي يتصرف لأ نحنا فيه حاجات بنتزال الأم هي تعملها زي مثلا في تعديل السلوك أنا لما شوف مثلا طفل ظهر عليه السلوك مش كويس أنا كأخصائي ممتو جد تشتكيلي ما بقولهاش تعالي بها تيجا لسي لأ أنا بقول لها تعملي كذا 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 بمدت كم شهر جابت نتيجة خلاص تمام ما جابتش تعالي لكن فيه أخصائيات كتير جدا بيدوروا على الفلوس تعالي فيه برضو حاجة أسوأ فيه مراكز بتروحيها يقولك ابتدي معينتي ثلاث شهور وبعد كده بقيت عالي ابتدي إيه لأ معرفش وبعد شهر تيجي تتبعي تدفعي فلوس تايدي بتتبعي إيه معرفش برضو بتتبعي اللي انتي ابتديتيني هيا المفروض هيا المفروض بتديكي خطوط أو خطوات وانتي تمشي عليها جابت نتيجة خلاص ما تجليش تاني هتيجي تاني ليه ما جابتش نتيجة لا لازم بقى لازم أخصوه هو اللي يشتغل معي طبعا من سن كام ما بدأ أقول إيه بني ده متأخر في الكلام يلا بينا نبتدي جلسات هو بتفرق طبعا فيه فروق فردية من الأطفال بس المفروض فيه في الأول فيه طفل بيعمل نغمة أو صوت معين بنفسه يعني زي حركات الأطفال دي عدية طبعا بعد كده بيبدأ يقول إيه بابا ده من سن كام مثلا سنة ونص هي بتفرق بيقولك يعني من كام لكام سنة ونص المفروض يبدأ إن هو يقول هو تسع شهور يبدأ يقول أصوات مش لازم تكون مفهومة أه أصوات وقرار اللي تتلعبيه يبقى فيه عنده رد فعال بيناغش أو بيلاغي زي ما بنقول أه بيزدر بده صوت أي كان الصوت ده مش مهيب بعد كده في السنة ونص لازم يكون بيقول كذا كلمة زي مثلا ببعبة كلمات بسيطة مش جملة مركبة لازم يعرضه على خصائي واشوف الأسبياء زي ما بقولك ممكن تكون مشكلة في التخاطب ممكن تكون مشكلة نفسية فعلا أو نمامته مثلا والطفل صغير أو مش فهم حاجة بس بيحتاج اهتمام الأم حتى لو سنتين هم مش مدرك أو عنده مثلا أخوات أكبر عنده أخوات أكبر مثلا فبيحتاجين ما بتذكر له فهي يمركيز أبعلا بتذكر له ولده لأ وبيتأثر نفسيا بيحس جدا دي كارسة لأننا لازم أسيبه وبسيبه مع ماما ووقت الشغله ومش عارف ايه بتاع ده هيعود علي بعدين هو بيحسه والطفل بيحس ممتو جدا حتى لو أنت دخلت البيت هو يعرف خلاص دخلت الأوضة بيحق بالضبط ودقات القلب إنت لما بتحضنيه إيش معنا أنت لما بتحضنيه بيسكت وأي واحدة تانية مش بيسكت معي هو حفز دقات قلبك لأن انت دايما شايلة ودنو عند قلبك وهو دايما بيحسه ببضوات القلب طيب هو فيه طفل من أول ما بيبقى بيتكلم بيبقى بيتحته أصلا طفل أول بيتكلم بيتحته آه يعني هو هو ما زبطش أمدا ما كانش بيتكلم كويس وبعدين تحته هو على طول بيتحته لا لا عادي احنا برضو بندور على الأسباب يعني ممكن يبقى ليها أسباب مش محتاج تخطب بس ممكن يكون فعلا عنده مشكلة آه زي يبقى لك بتبقى فيه مشكلات سلوكية بحتاج تهديل سلوك فبدور على السبب ايه عشان عارف ان انا هتعابل معي تمام جدا طيب كن جلنا سؤال على الصفحة بيقول ازاي اعدل موضوع التبول اللي ارادي بالجلسات انا ما كنتش عارف الحكاية دي انا فاكرا التبول الارادي هروح لدكتور وهيشوف المسالك البولية والمسانة والكلام ده اتفاجئت ان لأ في جلسات وفي حاجات زي كده بصي زي ما انت قلت اول حاجة لما بيجي لنا حاجة كده حالة كده بنقول لها تروح لدكتور تمام روح اتل الدكتور اتطمنتي ما فيوش اي مشكلة عضوية هنبتدي نشتغل معاه طيب لو في مشكلة عضوية لا الدكتور هو اللي علاجها طيب انا ابني تمام كويس الدكتور قال ما عندهوش حاجة طيب هنيجي نبدأ هنعرف الاول الاسباب طيب هو حصل له امتى اتتدت مع ازاي هو ما بطلش ورجع في كل الاسباب البيئية اللي حواليها هنعرفها يعني هو لو ما بطلش اصلات يبقى هو عنده مشكلة ما هو ممكن برضو الام اللي عندها مشكلة الام ان هي مش عارفة تتبع ابنها كويس ما هو برضو مش كل حاجة على الاطفال فيه الام هو مش عارف طول الوقت يعبر او يقول انا عايز اه يعني دلوقتي عندنا برضو الام بيبقى مسؤولة برضو اغلب السلوكيات بتاعت الاطفال الام بتبقى مسؤولة عنها طيب دلوقتي الام طب متابعة معايا طب هو ايه نفسيا حصل جديد ايه فيه طفل جديد داخل الاسرة هو بيقلده هتبقى حالة نفسية اه غيرة اه دلوقتي عندنا اه فيه حصل عنف في الاسرة فهو بيبقى خايف خايف كلها دي اسباب نفسية احنا بقى بنشتغل عليها بكلسات تعديل السلوك وبتديم نتيجة اه وفيه حالات جتيرة حصلت وزي ما دكتورة قالت في البرمجة اللي احنا لا دي ممكن اشتغل عليها كمان يعني دي حاجة تانية دي حاجة تانية برضو ممكن نستخدمها معاي تمام جدا طيب ابني شي ابني ما بيعودش طول اليوم بيتحرك في البيت انا لما ام بشتكي الشكوى دي بيتقالي حكتلي يا ام ما تسيبيه يا ام يكتشف ويعرف ويشوف ويشوف الدنيا فيها ايه يا اما ابنك مش طبيعي ومحتاج جلسات هو تديه وشوفي وتصرفي انا كامة مش عارفة انا مش عارفة ابني ده كده طبيعي ولا شقوته دي شقاوة مرادية اعرف امتى ابني شقي واعرف امتى انه هو عنده فرط حركة بصي مبدئيا انا عايز اعرف الفرق بين الطفل الشقي والطفل الهايبر اكتف او اللي عنده فرط حركة تمام ماشي انا عندي الطفل الشقي هو طفل بيلعب ويتنطط ويجري ويمكن يكسر حاجات ويتخدق مع اخوات ومفوش اي مشكلة هو مش قصده يأذي يعني مثلا هو بيشجد الحاجة فوقعت بالزبق شقي عادي اه طيب دوت بيجي عليه فترة ويطعب ويقعد وينام لما الميست زعق او لما امامة زعق بيخافي ولا طب خلاص خلاص ويقعد تمام وممكن يقوم تاني ممكن يقوم تاني كمان شوية مش مشكلتي ده شقي خلاص ده مش محتاج جلسات لا ده مش محتاج حاجة ده طبيعي طيب الهايبر اكتف مهما ضربتي مهما عقبتي ومهما هو وقع وهو بيلعب وتعور برضه بيكمل ما بينمش بسهولة بيبقى عنده قرق لانه هو طول الوقت عايز يلعب ويتنطط ممكن ينمت اخر جدا ويسح بدري يلعب تاني يكمل ويتشقة تاني او بالضبط ما بيبقاش عنده كنترول خالص ما بيقعدش كده قدامي ثابت نص ساعة لبعض دي لا هو طول الوقت مش بيتشقة كده ده انا بيجيبه من على الحيطان يعني انا بيجيلي اطفال هايبر اكتف بتلاقوا على الحيطان بيمشوا على الحيطة من كتر الهايبرة اللي هما فيها هما دايما قاعدين في مكان فوضوي هو ده اللي بيعملو في المكان اي ان كان المكان يعني هما يعني انا بيشوف اطفال ما تعالش تقعد في مكان منظم بالزبط ده هايبر ده هايبر ده كده محتاج جلسات ده عنده مشكلة بالزبط لكن هوا مش بيكتشف زي ما احنا بنقول لا اللي بيكتشف بيكتشف شوية ويتعب بيخاف من ماما لما تزعع لما بيتعور بيقعد بقى شوية وخلاص ويستكن كده وينام عشان وقع خلاص لكن التاني يعني انا بعد وقت اقد ايه ابني لعب فيه اقول ده طفل طبيعي لا ابني كده مش طبيعي يعني بعد وقت اقد ايه مثلا انا هسيبه من غير ما زعق ومن غير ما هتكلم ولا اي حاجة تمام عندك هتفضل ملحظة هل هو بيتشاء كده في المكان طب فيه اطفال تانية خلي بالك ان لو قعدت مع اطفال كتير جدا ممكن يعطول اليوم يلعب مع اطفال طب لو انا قعدة الواحدي معاه هيلعب مع مين هيجر شوية ويلعب بالعرايس ومش هارف ايه وبعد كده يقعد مهما فيش اطفال فانتي بتلاحظي بتلاحظي هو صاحي الساعة كام مثلا صاحي الساعة ستة ولحد الساعة عشرة بالليل ما هماتش ده كده مش طبيعي مش طبيعي حتى لو قعد حاجة بسيطة وقام تاني لا مش طبيعي مش طبيعي هو يتعب في المدة دي هيجي الوقت عايز ينام هيبدأ يدعك في عينه تاعب بالزبط بيهتم انه يأكل ولا مش بيهتم لا مش بيهتم خالص بالأكل مش بيهتم خالص بالأكل خالص يعني ابني طول الوقت بتحرك ومش عايز يأكل مش فريق معي وانا اللي بقعد أزع عشان أأكله ده عنده مشكلة ده كده عنده مشكلة وده أبدأ أروح أودي جلسات تمام صح بقى أنا مش هروح في أودي جلسات للخصة أقول له يلا أودي جلسات لأ احنا انتفقنا إن الأم الوعية هتطلب من الأخصائي لو سمحت أعمل لي مقياس عشان أنا ملاحظة عليه واحد اثنين تلاتة اربعة طيب بعد ما يعمل المقياس ضروري للأم تاخد التقرير بتاع المقياس احنا غالبا ما بنعملش كده أوه طبعا غالبا وفيه حتى المراكز اللي بتعمل بتقول لها لأ المقياس ده بتاعي معلش هي الأم راح اتدفعت فلوس سعر المقياس بيبقى أضعاف سعر الجلسة حقها تاخد صورة من التقرير بتاع المقياس أو حتى تصوره على موبايل بس لازم تاخده ده عشان كمان بعدين أعرف تطور الحالة طبعا هي ممكن تسوق مع الجلسات يعني فيه أطفال ممكن حالتهم تسوق آه ممكن ما نجيبش نتيجة مع الأخصائي ده ودود مش بيبقى عادة في الأخصائي ولا الطفل ولا الأم هو الطفل البرنامج اللي شغالها عليمها الأخصائي مش جايب مع نتيجة فبالتالي الأم بتعمل إيه لأ بتاخده توديع عند أخصائي تاني أو نفس الأخصائي بيحولوا الواحد تاني في نفس المركز طبعا ده نلتزم بإيه بالأمانة بتاعت الأخصائي الهي 90% للأسف مش موجود ما يدي الأزمة بالضبط طيب أنا كماما علي دور قبل ما أجيبه يعني زي ما كنا بنقول أنا بروح المركز يقولولي لا روح يشتغلي معاي وبعدينه بيرجعيلي الولد تاني أشتغل إيه طيب أعمل إيه بصي كماما أنا علي دور مهم جدا قبل ما ألجع لأي حد المفروض أنا ابني من سن ما بيبدأ يعني زي ما هجر قالت من سنة ونص نبدأ نلاحظ عليه انتباهه وتركيزه ندي حاجات بسيطة يلعب بيها هنشوف هو قادر يعمل ده ولا مش قادر سنة ونص سنة ونص نشوف هو قادر يعمل ده ولا مش قادر قادر إنه هو يحط حتى لو مقعبة كبيرة مش هزم دقة قادر يركبها فوق التانية ولا مش قادر مستوعب إن هي بتتحط فوق ولا لا بالضبط أنا ممكن أعملها قدامه كمثال طبيعي جدا بعد كده هنشوفه قادر يعمل ده ولا لا هنشوف كلماته تمام طيب بعد كده ماينفعش طبعا خالص أكون بعمل قدام سلوكيات سيئة وأقول هو لي بيعمل كده وارجعش تكي طيب ما انت اللي بتعملي يعني إحنا كنا لسه بنقول قبل الحلقة لما طفل بيتعلم سلوكيات سيئة من مامته بابا درب مثلا أو ألفاظ معينة أو أي حركة غير لائقة إيه اللي بيحصل؟ الطفل بيكتسبها وهو شاف كده في البيت وبعدين ما انسي المثال بتاعه بزبط أو لو الطفل شافها في أي حتة وجاي يعملها المفروض ما ما تقوله إيه لأ عيب كده ما ينفعش كده أنا هزعل منك لكن مش تتحك مهم مجرد ما دحكت إيه اللي هيحصل؟ حكاية خلصت خلاص إحنا بنلعب بالوقت إحنا مش بنتكلم جد بالضبط طيب مفروض بقى اللي يحصل الأم تبدأ تعمل للأطفال مثلا نمزجة يعني إيه نمزجة؟ نمزجة دي إن الطفل بتبدأ تديله نمازج كويسة فحياته نجحة يبدأ هو يعمل زيها ممكن نمزجة دي تبقى حقيقية في حياته مثلا عام وخاله أي حد كويس أو ناجح أو تخترع له قصة تفضل تقوله زي فلان بس طبعا نبعد عن سوبرمان والناس دي لأن سوبر الناس دي بتطير وممكن الأطفال يتطيروا من البلكونة فطبعا مش هينفع نعمل كده فنحاول على قد ما أقدر يخليه حد حقيقي بالضبط أحاول أخليه حد حقيقي نموذج كويس ممكن ده يبقى من خلال القصص مش هزي ما عود قدامه بقى أقوله إيه يلا دلوقتي ناخد محاضرة لا مش هيعود لك طبعا بس ممكن خلال حدودة قبل النوم هيعود يسمع الحدودة بدلا ما تقول له أمور رجل مسلوخة والعفريت والكلام الفارجة ده لا أقول له حاجات اللي فيها قيم ممكن إحنا كمان بنعلم الأولاد الوقت ده بنعلمهم مثلا حاجة زي سلوك إنه هو يروح المسجد أو الكنيسة ممكن ما يروحش لوحده بس يبقى عارف وأنا رايح مع ماما أو رايح مع بابا فأنا رايح دي حاجة ربنا هيحبني ويدخلني الجنة ممكن ما يكونش بيعرف يصلي أو مش فاهم يعني إيه جنة ولا فاهم يعني إيه ربنا بس شايف إنه دي حاجة إيه حلوة كل ما هيكبر البذرة دي خلاص تزرعت هتبدأ تكبر معا ما تزرعش من الأول خلصت خلاص ما فيش أصلا بالظبط أنا ابني شائي جدا بس لو الديته التليفون بيقعد كويس جدا جدا ممكن يقعد أربع ساعات فهو كده ما عندوش فرط حركة على فكرة صح هو إحنا بس عايزين نقول حاجة إن دايماً الأمهات هي اللي بتحكم يعني بمجرد إن انتي بتشوفي ابنك بيتصرف تصرف فانتي بتحكمي عليه وده غلط ليه بقى؟ لأن إحنا محتاجين حد متخصص يقول لي ابني ده عنده فرط حركة ولا لأ لازم أميز هل اللي عنده ده مجرد شقوة زي ما الدكتور قالت ولا فرط حركة يعني إحنا مثلا بالنسبة لنا بيجينا أولاد كتير عندهم فرط حركة فبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا نشوف الطفل ده فعلا عنده فرط حركة ولا محتاج محتاج إن إحنا بس نوجه الأم محتاج إن إحنا نديها مجرد توجيهات فهي فرط الحركة إحنا اللي بنيقدر نحكم عليه بعد الملاحظة تمام جدا للأسف الحلقة خلصت كنا نتمنى نتكلم بقية أسئلتنا وبقية حاجتنا بس استنونا بعد الحلقة هنجاوب عليها كلها أشوفكم الإسبوع الجاي إن شاء الله الساعة 2 على شاشة قناة الصحة والجمال الساعة 5